كيف حالكم يا أصحابي؟ اليوم سنتعلم مع بعضنا درس جديد و جميل اسمه قياس الأطوال سنحتاج في درسنا الجميل ذي أصحابي مصطر مكتوب عليها أرقام بالإنجليزي يلا بينا نرى هذا الولد أريد أن نرى هذا الولد طول كامي أصحابي نجيب المصطر و نضعها و نعلم على الأعلى حتة عنده و نضع صفر المصطر و ننزل تحت لحد أخر نقطة عنده هنلاقي مكتوب عندنا أربعة يبقى الولد ده أربعة الحتة دي أصحاب من صفر الواحد أو من واحد الاثنين أو من اثنين الثلاثة أي حتة يعني من رقم ورقم تنطق سنتيمتر يعني الواحد ده هيبقى طوله أربعة سنتيمتر طيب عندنا هنا مستطيل حلوة نريد أن نقيس طول والعرض اللي هو طول و هذا العرض نبدأ بالعرض الأول أره نضع المصطره هنا نضع أعلى حتة عند الصف و أعلى حتة عند الرقم من تحته و نشوف كام لقينا ردي واحد اثنين تمقى عرض المصطيل ب اثنين سنتيمتر طيب طوله كام نضع المصطره و نقطة عند الصف و نقطة عند آخر رقم طوله بخمسة سنتيمتر وده اختصار كلمة سنتيمتري عندنا هنا وردة وردة حلوة جميلة عايزين نقص طولها نحط المسطر من فوق هنا واخر حتى عن تحت المسطر هي من اول صف الحد ثلاثة يبقى الوردة طولها ثلاثة سنتيمتر يا أصحابي أصحابي سألليكم عندنا الشجرة عايزين نقص طولها نحط المسطر عند اعلى حتة خالص نقلوها عن السف وننزل تحت 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 هنلاقي أخي أعلى حتة كام؟ عند الستة تبقى الشجرة طولها كام؟ هي أصحابي عرفته أكيد طبعا انتم عرفته عشان انتم شاطرين ونركيها يكون خلص دا الساعة النهاردة ومعنافها نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر